خبر صار لكل المسافرين والمستخدمين للأجهزة الإلكترونية من حواسب لوحية وهواتف ذكية وغيرها فالسلطات الأمريكية قررت تخفيف قيود منع استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء إقلاع وهبوط الطائرة وصار بإمكان المسافر تشغيل حاسوبه اللوحي دون إحراج من تقم الطائرة اللجنة حددت ما يلي يمكن لطائرات تجارية أن تسمح باستخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة وذلك لتحمل الكتب الإلكترونية وحتى مشاهدة الأفلام والألعاب الإلكترونية لكن نريد التوضيح بأن المكالمات الهاتفية أثناء الرحلة تبقى ممنوعة ومن المتبع عالميا أن يقوم المسافرون بإيقاف أجهزتهم الإلكترونية خلال الصفر الأمر الذي كان قد اعتبره الخبراء مبالغة كبيرة